المنظمة الصحة الحيوانية مدير الصحة الحيوانية بوكالة الثروة الحيوانية ومندوب مملكة البحرين بمنظمة الصحة الحيوانية وذلك ضمن أعمال المؤتمر السنوي للمنظمة الثامن والتسعين الفين واثنين وعشرين الذي عقد في مقر المنظمة بمدينة باريس هذا العام حيث تم التصويت واعتماد التقرير من قبل أعضاء المنظمة البالغ عددهم مائة واثنين واثنين وثمانين دولة والإعلان عن خلو مملكة البحرين من مرض طاعون الخيلة من جانبه أكد الشيخ دعيج بن سلمان الخليفة أن هذا الاعتراف يأتي بعد أن تم اجتياز ملف مملكة البحرين وحصوله على القبول من اللجنة الفنية العلمية البيطرية التابعة لمنظمة الصحة الحيوانية التي تضم عددا من خبراء وأمراض الخيل والتي أكدت استفاء ملف البحرين وبنجاح لجميع المتطلبات والمعايير الصحية التي هي شرط أساسي لاعتماد أي دولة ضمن قائمة الدول الخالية من مرض طاعون الخيلة حيث أن مملكة البحرين خالية من هذا المرض مما يزيد عن خمسين عاما والذي أكدته الفحوصات الطبية لعدد كبير من الخيل سنويا